مهارات عظيمة يتمرن أو يمارس رياضة كويس فإحنا نهاردة في فقرتنا هنتكلم أكتر عن التغذية السليمة الرياضيين مع عظيفي المشرفين الموارني في الستوديو دكتور علاء الدين أحمد أخصائي التغذية العلاجية أهلاً وسهلاً يا دكتور مواضيع حضرتك سابقك عايز بس أقولك على حاجة أنا كنت متخيل أن شيف عظيمة هذا برنامج الستات تتفرج عليك ولكن بعد ما تتفرجت حلقتين ثلاثة اكتشفت أن كل أفراد القصة يجب أن يتفرجوا على البرنامج لكمية المعلومات التي تدينها أستاء وإنت التي تعمل الأكل يجب أن نعطي كلها تبقى موجودة عندنا يعني كفاء كمية المعلومات التي تدينها نهاردة على الزيتون وعلى زيت الزيتون وعلى فكرة الراضيين يجب أن يكون أكلهم كله بزيت الزيتون الله دي حاجة جميلة حاجة الثانية نحن موجودين في قناة النادي الأهلي وهي قناة رياضية تمام وموجودين مع الشيف عظيمة وهو برنامج يتكلم عن الغذاء والغذاء السليم هنشوف النهاردة هل فعلا لازم نتكلم في قناة في برنامج الشيف عظيمة عن تخزيط الراضيين هذا الذي سنعرفه من خلال الحوار بالنهار صحيح يا دكتورنا أول نبتدي لو تفتكري نحن كنا نتكلم عن مثلث اسم المثلث التخزيص كما كان اسمه هذا المثلث التخزيص كان عبارة عن عبارة عن ثلاث حاجات عبارة عن غذاء صحي رياضة ثالث حاجة دواء صحيح بعد كده هذا المثلث تطور وخلناه مثلث الصحة عبارة عن عبارة عن غذاء الصحي التي تعمل هنا وعبارة عن رياضة التي نحن في قناة النادي الأهل وقناة رياضية وعبارة عن الحل في الدواء التي نقدمه من خلال بيستا والقلبي مالتيفيد ويبقى نحن ربطنا الثلاثة ببعض كويس جدا الحلقة المعرضة على فكرة بناء على اختار السادة المشاهدين حقيقة الله نحن في قناة الأهلي وقناة الأهلي القناة الرياضية لازم يتكلم شواء الرياضيين تمام ابنها يبدأ يمارس رياضة بتبدأ عايزة تشوف بقى هو محتاج ايه وهياكل ازاي يعني كل ده مهم حضرتك اصارت نقطة كويسة جدا هو دلوقتي الوارنس أو التوعية انه كله بيفكر ازاي يبقى ابنه بطل في لعبة من الألعاب صحيح علشان يفكر في ابنه انه يبقى بطل من الألعاب لازم يفكر من أول يوم يتولد فيه ياكل ايه وما يكونش ايه وإحنا لو تفتكري في حلقة سابقة قلنا انه اول سنتين عدد الخلايا الدهنية هي اللي تتكون بعد السنتين بتتميل الخلايا الدهنية يبقى انا محتاج الاول ان انا من اول سنتين من اول يوم ان انا ازبطه الاكل اللي هو ما يزودش عدد الخلايا الدهنية صحيح تمام صح نخص بقى في حلقتنا النهاردة وهي حلقة تغذية الرياضية فيه ناس كتيرة دكتور بتسأل سؤال المبدئي البسيط هو هل تغذية رياضيين تختلف عن تغذيتنا احنا كاشخاص عاديين اه طبعا طب معنى دينا بقى هنت بقى دكتور يعني التقييم الغذائي ده ليهم يبقى عامل ازاي خلينا بس الاول نعرف يعني ايه رياضي ورياضيين لان اسموا تخيلة برضو ان الرياضي ده الرياضي اللي هو لازم يكون بلعب لعبة من العلعب على فكرة الرياضي ده اللي بيروح الجن بيمارس الرياضي اللي بيع بكل القدم بيمارس رياضي بس هي قصة عدد سعرات الحرارية اللي بتفقد من رياضي رياضي بتختلف حسب النشاط البدن بتاع صحيح بمعنى اخر ايه لو دينا مسألة على سبيل المسأل ان انت لو بتمارس رياضي خفيفة او اللي بتحرك جوه البيت الديئة بتفقد اتنين سعر حراري تمام لعيب كورة القدم الديئة بتفقد حوالي عاشرة سعر حراري في الديئة لعيب الهندبول دفقد حداشر سعر حراري في الديئة يبقى كلهم فاخد سعرات حرارية ولكن طبيعة النشاط اللي هو بيقوم به هو اللي بيخليني اقول اه والله ده محتاج ايه ومش محتاج ايه تمام حالك سألتوا سؤال هل تغذية الرياضي بتختلف عن تغذية الشخص العادي اه ده سؤال في منتهى الاهمية زمان كان رياضي متخيلين ان التغذية بتاعته اولا لازم نقول ان التغذية اللي هو بياخدها الرياضي ده ليه بيأكل 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 علشان يؤدي نشاط الحرك بتاع او اللعبة بتاعته بمهارة الحاجة التانية علشان يحصل له ريكافرينج اللي هو الاستشفى يحصله بسرعة الحاجة التالتة علشان ياخد كمية الفيتاميati والمعدنی من الاكل بتاعه بطريقة صح الحاجة الرابعة علشان يؤدي حياته عموماً بطريقة صحية كويس تمام؟ لأن الرياضي أنا مش عايزه يلعب رياضة ويبقى نايمني في السرير لأنني عايزه يلعب مميز حتى في كل حركاته صحيح تمام؟ يبقى ده الهدف الأساسي أو أيه الأهداف الأساسية في الغذاء اللي هو بيجمع تمام طيب نيجي نتكلم للسؤال اللي حايق سألته وعلى فكرة السؤال ده هو في المنتهى الأهمية هو أن الغذاء بتاعه بيختلف؟ آه بيختلف على فكرة كذما كانوا متخلين الرياضيين ان الغذاء بتاعه لازم يقبار عن ايه؟ عبارة عن بروتين واملاح معدنية وفيتامينات وعندما يذكر املاح المعدنية وفيتامينات لازم نتكلم على قلب منطبي يبقى الرياضي اول حاجة اتفقنا هو كان متخيل الغذاء بتاعه عبارة عن بروتين بروتين ده عشان يكون عضلات ايبا اه بس هي مش قصة تكون عضلاته بس وهنيعرف دلوقتي العلم بيقول ايه يبقى اول حاجة هو بياخد بروتين ده رياضة كمتخيل كده وباخد فيتامينات ومعدن العلم بيقول ايه بقى حضرتك العلم بيقول ايه؟ انه ياخد بروتين وياخد كربوهيدريت ليه ياخد كربوهيدريت هو كون العضلات عن طريق البروتين بس العضلات دي مش محتاجة ان هي حصلها ريكافرين طوام ومحتاج العضلات دي ما حصلها كل سواء تمزقات ده اللي بيعمل الكربوهيدريت وعندما يذكر الكاربوهدريت وعنصر أساسي في الكاربوهدريت هي الألياف يبقى نتكلم على إيه؟ بيستر على بيستر تمام؟ مشكلة و بس كمية الماء اللي بيشربها و هنتكلم في حلقات تانية عن الماء اللي بيحتاجها الرياضي تتحسب إزاي والإدماج على الفكرة ما هتلاقي أنت برضو من النمط السلوك الرياضي في بعض رادين ايه؟ بيدنونه مثلا الشاو والأهوة على الفكرة موجودين أيوا في منهم طبعا أسامي غلي بالك فيه تاني هتلاقي رياضي هو بيأكل كتير جدا أيوا خلي بالك هو بيحلق كتير وبيأكل وعلى فكرة موجودين وموجودين دلوقتي صحيح تمام؟ يبقى إذن الغذاء هو شيء أساسي في أنك إزاي النهاردة تقضي الدور بتاعك وإزاي محصل لكش تمزق في العضلات وإزاي محصل لك ريكوفرينج وإزاي أنت بتؤدي الرياضة بتاعتك على أكمل صحة نرجع نقول يبقى التغذية عن طريق العلم الرياضي نتكلم على بروتين، نتكلم على كاربوهادريت، نتكلم على سوائل نتكلم برضو على أملاح معدنية وفيتمانية يبقى في اللبنين يشتركوا في إيه؟ في الأملاح المعدنية والفيتمانية يبقى إذن الرياضي هنا روتين عنده يأخذ القلب ملطفيت ولما نيجي نتكلم عن القلب ملطفيت هل هو في أفلح ملح معدنية ومعادن أو لا؟ هذا اللي هنزبطه طيب نقوحها نتكلم قلنا الكاربوهادريت تمام؟ الكاربوهادريت دي اتفقنا من ضمن الحاجات الكاربوهادريت هي الألياف واتفقنا قبل كده في حلقات سابقة أن نبستة هي مصدر أساسي للألياف وبالتبعي الكاربوهادريت تمام؟ طيب مصدر الطاقة بقى للرياضي إيه؟ الطاقة بيأخذها عن طريق حاجتين عن طريق الكولوكوز ده مصدر للطاقة اللي هو بيتحول لإيتي بي الرياضة اللي هي حركة أقل من دقتين يعني الإنسان بمالس رياضة أقل من دقتين هو بيستهلك حاجة اسمها الـ ATB الـ ATB اللي هي جاء من الكولوكوز وخلي بالك الكولوكوز المصدر جاي من إين؟ جاي من النشويات اللي اتفقنا قبل كده بيستة بيستة بتحسن من حساسية الأنسولين للكولوكوز أنا عايز الكولوكوز يخش الخلية عشان رياض يقدر يقوم بالحركة بتاعته صحيح صحيح الكلام؟ صحيح والأساس في حركة هذه هو العضلات اللي هو الجزء التاني من مصادر الطاقة اللي هو الكلايكو جاي اللي هو موجود في العضلات عبارة عن بنسبة 2.5 جرام وموجود في الليفر في الكبد بنسبة 0.5 جرام يبقى المصدر التاني من مصادر الطاقة للرياضة هو الكلايكو جاي اللي هو بيتحول برضو لحاجة اسمها الكولوكوز وحاجة اسمها الحمض اللاكتيك ايه بقى حمض اللاكتيك ده؟ مش حنا عندنا الرياضي ساعات بيعاني من الشد العضلي علشان عنده زيادة في حمض اللاكتيج حمض اللاكتيج ده اتفقنا أنه هو بقى جاي أصلا من كاليكوجين اللي هو أصدر مصدر للطاقة علشان كده برضو وصلنا مصدر للطاقة يبقى بنتكلم على بيست لأن أنا عايز الرياضي ده أحسنه حساسية الأنسولين للكلوكوز دي حاجة الحاجة التانية بقى ودي الأخطر ودي الأهم أن الرياضي أنا مش عايز جسمه يبقى عبارة عن دهون أنا عايز جسمه يبقى عبارة عن أضلات يبقى أنه محتاج حاجة تحرق الدهون صحيح وإحنا لما جينا نتكلم على بيست قبل كده قلنا إيه بيست بتعمل ثلاث حاجات بتقلل الشهية حاجة التانية أن هي بتقلل من مصاص الدهون الحاجة التالتة اللي هي بتزود حرق الدهون هو الرجاض ده مش محتاج طاقة طبعا هياخد الطاقة من بقى دلوقتي هياخدها من الدهون اللي بيست بتزود في حرقها لأن إحنا لو جينا نتكلم على مكونات بيست عبارة عن إيه شونا عبارة عن شوفان والسيليا وردة الأم والكروميوم وفيتامي سي صح لما نيجي نتكلم على الكروميوم كروميوم بيعمل إيه بيحسن من حرق النشويات يعني أنا بزود من إفراز الكولوكوز ولا أنا محسن حسنة الأنسولين يبقى ديت للرياض هنا طاقة علشان كده هل بيست الرياضي يستخدمها يبقى كده بيست الرياضي يستخدم لأن أنا اتفقت الرياضي بياخده الطاقة بتاعته من الكولوكوز والكولوكوز ده أنا محتاجة أدخله الخلية يبقى محتاج حاجة تحسن حسنة الأنسولين علشان ياخد الكولوكوز من الدم يدخله فين؟ في الخلي ده اللي بيست بيعمله عن طريق الكروميوم اللي أعلى تركيز موجود في السوق اللي هي الـ 500 ميلي جرام ده مش موجود فيها حاجة تانية اه معهو طبعا مش كيرهو بس فيتامين سي خلي بالك فيتامين سي برضافة أنه هو بيزود المناعة وبيزود امتصاصات الحديد خلي بالك أنا يهمني مش إحنا اتفقنا برضو مع الرياضي أنه هو محتاج فيتامينات ومعادن اه طبعا تمام؟ من ضمن الأهم بيتويلد؟ لا هو مش كمان بيتويلد اللي هو الحديد أنا عايز حاجة تخليني امتصاص الحديد بسهولة ما فيتامين سي أو الفوليك أسد اللي هو موجود في القلب منطبيت اه تمام؟ لا القلب في مجموعة رهيبة لا نحن نحن نتكلم عن مجموعة رهيبة حاجات جديدة كمان ايوه تمام؟ يبقى النهاردة بيستا بالإضافة ونخلي بالك هو الرياضي هو الرياضي ينفع يبقى أراضي تخيم لا مش أنا عايز رياضي يبقى الجسمه في تناسق ايوه متناسق عشان كده كمان بيستا بنستخدمه في ثبات الوزن تمام؟ يعني بعدما يوصل للوزن المثالي اه باخد رياضي أو غير رياضي بل بالعكس ده النهاردة الرياضيين بعد الحال يقول لك ايه يقول لك انا النهاردة خلاص بقى عندي مصدر للطاقة الداخلية انا مش عايز طاقة خارجية عشان بزيتش وزني والحاجة الثانية ان انا يبقى عندي سبات في الوزن صحيح تمام؟ ده اللي هو ايه بيستا معرضيين وعلى فكرة بدام قلنا بيستا معرضيين النشويات على فكرة ليه احنا دخلنا النشويات برضافة الحتة وتأهيل العضلة انا خلاص كونا العضلة عن طريق بروتين لا انا عايز بقى العضلة كمان مش كل شوية حصل لها تمزوا صحيح دخلنا بايه دخلنا بيستا تمام؟ الحاجة التانية اتكلمنا على الفيتمينات والمعادل يعني بيستا الرياضين ياخدوه امتى يا دكتور؟ قبل التمرين ولا؟ تاني هو بيستا هنا ليه حلاقة بالقتل هو ليه احنا حطينا على فكرة بيستا على اليمين والبيستا على الشمال والإيه الملطفيت على اليمين لان هنا بقى قصة تبقى ماشية ازاي القلب الملطفيت ده هيقض بعض الفطار الرياضي او الإنسان العادي او الإنسان تمام؟ وبيستا يبقى هو هيبتدي يومه بايه؟ بالقلب الملطفيت بعد الفطار؟ والرياضي لازم بيأكل لا عشان يديره طاقة كمان طيب الرياضي النهاردة بيجي تغدى يبقى انا بقول له خد بيستا قبل الاكل من نص ساعة ينفيش اي مشكلة خالص انك هتاخد طاقة هتاخد دور احنا معنا على فكرة يا دكتور قبل ما حيك تستكمل معنا تقرير خلينا نشوف حالة أستاذ علي ونرجع نستكمل بيستا مع بعضا مع حضرتك طيب نطلع للتقرير ونرجع نستكمل مع دكتور علاء باقي حدثنا احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي سعدتك تخص انا اسمي علي جمال محمود سنة 24 سنة كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك ما كنتش بقدر الالبس صحابي كان بيجو مثلا يقولي يلا نلعب كرة ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبة عندي في الحركة فكنت محروم من حاجات كتير قوي بس بعد ما استخدم بيستا كل الحاجات دي تحلي انا كنت بيستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة يوميا كان بيحسسني بالشبع وكنت بيأكل كل اللي انا عاوزه وما كانش عندي مشكلة في الطعم نهائي لانه طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصر بالزبط كنتش محروم من حاجة نهائي لمدة طويلة وانا الصراحة بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنة انه يجرّب بيستا طب والله يعني رجعه بشكل كويس على رغم ان انا لمشايفة انه كان وزنه كبير قوي بس شوف احنا حسيت بعد ما خس انه بقى فقد وزن كويس وبيقول طعمه حلو ممكن انسان طبيعي او رياضي او غير رياضي يتعامل مع الموضوع بسهولة يا دكتور لا انا خدت بالي من حاجة تانية خالص ايه بقى؟ بسهولة اخر سورة طلعت لي هو افصلة جيمة على فكرة اه ما هو يتمرن ما هو دكتور برضو خلينا ندور حاجة معلش سؤال يعني هو بيستا يخدها الرياضيين او اللي بياخداش الرياضيين طب ما ياخدها طبعا لا او دقريب قول كده على فكرة ده مسؤولة في صالة جيمة بس اي حد بينزل في الوزن عشان يحافظ على ان جسمه مجدود لازم يلعب رياضة اه طبعا مش احنا اتفانى مش احنا اتفانى مسلس الصحة ده مهم جزاء ورياضة ماشي او جيمة او سباحة او اي حاجة احنا اتفانى انه النهاردة طلوع السلم ده نقل 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 رياضة اه طلوع السلم ده مهم اه يعني اعز اقول لي حريك ايه في الاخر ان الصورة هو طالع هو بتصور في صالة جيم عشان هو مفرحان بيقول لك انا باخد بيستا ايه بلعب رياضة بلعب رياضة يبقى بيستا بتتاكن فردين ولا اه طمام عايزين بس ان نذكر السادة الرياضيين بقى بجورة بتاعة بيستا ايه باخدوا باكو على كوباية قولنا قبل الغداء هياخدوا بنصف ساعة الله ينور الحظ حلو قوي تمام هيلاقى اكله الزبط وهيلاقى كمية النشوات اللي بيحصلها حرق بقيت عالية كويس وده اعتقد الرياضي محتاج كده تمام جينا اتفانا في التغذية الرياضيين هم الاتنين يتافقوا على حاجتين اللي هي الفيتامينات والمعادن تمام على فكرة بتتميز عن كل الحاجات الموجودة في السوق بحاجة يعني هايك لما تيجيب مثلا نشوفي التركيز بتاع فيتامين سي فيه 500 ميلي جرام ده 500 كويس جيدة يا دكتور دهائل جرعة يومية رائعة هو في بعض المستخدرات بتتباع في السوق طبعا هو يعبار عن فيتامين سي بس بس ب 500 500 ميلي جرام أو ألف اللي هي القرص اه القرص الفورة اه على فكرة أنا برضو ايه مدفيت انا بيديك فرصة انك تزود بالاكل انت هتاخده خلي بالك احنا ايه هنقللنا الاكل ما عملناش ضايد وهنتكلم على حلقة على اخر بحث التعمل في الموضوع لأنظمة الرجيم ده هنخلي بس في حلقتين تمام تيجي بقى تبصي حاجة زي الزنك الزنك هو أعلى نسبة في الزنك فعلا يا دكتور الزنك تركيز اللي فيه 23 و 29 من 10 تمام انت هتلاقي فيه بعض المستخدرات في السوق هو نزل باسم الزنك بس وبعدها 23 و 29 من 10 24 و يوم يبقى خامسة و 30 تيجي حاجة زي الكبر الكبر 3 ميلي جرام هتلاقي نادرة لما تلاقي مجموعة مالتي فيها الكبر وكل حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها على سبيل المثال لها دور مع الرياضيين خلي بالك هو الزنك ده مش تفن ان هو بيقو المناعة والرياضي ده مش محتاجة تبقى مناعته قوية هو تخلي انت لو عندك رياضي وكل يقوم اصلا عن دور بل اه ده مجرد يتمرن وليس هدي حاجة وعشان كده حتى تلاحظي على الالب المنتفيد مكتوب ايه مصدر للطاقة هو مش الرياضي ده محتاج طاقة عشان بيه حاجة ياخده بعد الفطار هو ينفع الرياضي يبقى عنده مش قادر يتحرك لا انا بقوله خد بقى الالب المنتفيد بعد الفطار هيبقى عندك مصدر للطاقة بس مصدر للطاقة من غير مرفع لك سعرات حرارية لان انا بديك هنا طاقة في صورة تابلت اللي هو الالب المنتفيد وبالاضافة البستة اللي هو بيحرق داخلي النحاس هو ينفع الرياضي النهاردة يبقى عنده مشاكل في الغدة الدرقية عشان كده على فكرة الرياضي من ضمن الحاجات اللي بعملها له هو الطريق المرضي طريق الصحي لازم ما اعرف هو عنده حساية معينة هل حد عنده في العالة عنده سكر هل حد في العالة عنده مشاكل في الغدة ده مهمة جدا على الفكرة بالاضافة للوزن والطول والمقياس الجسم كل دي من يعني اي لعيب جديد بيخش في اي نادي النهاردة الكبر يحسن من كافيات الغدة الدرقية تمام بيقل من علامات الشخوهة على الانسان العادي هو ينفع النهاردة انا لعيب كده ومثلا تخيل انت العيب بيلعب كورة بس شعر بيض كل على فكرة انت كمشاهد يجيلك انطبع الله ده كبير في السن يبقى انا لما بقول له على فكرة اللي بي من تفيد بقى لو انت النهاردة بتفكر في ابنك يمارس رياضة الدهول اول ما يقدر يقعرف يبلع ليه انت بتتكلم على اللونج تيرم طب هو ينفع رياضي يبقى عنده مشاكل في العظم بتاعه لا طبعا عشان كده فيه هنا ايه في الكالسيم والكالسيم انتفقنا قبل كده هو حاجة تراكمية ايوه يعني ايه بس نسبته هنا مش ضر يا دكتور على المدى البعيد لا لا خالص ما بيتراسبسه لا 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 خطورة ولا حاجة احنا بنتدي على فكرة اللي بي من تفيد ده بقول له خلي بالك انا بكول لك جسمك صح بصورة مبسطة ايوه تمام بمجنوعة فيتامينات ومعادن انت محتاجها صحيح هو ينفع النهاردة رياضي يبقى عنده أنيميا لا على فكرة من ضمن الحاجات التحليل اللي بتعمل رياضي تحليل الدم فانا بقول له لا ده انا خلو لك مديك فيتامين سي ومديك فولوك أسد فولوك أسد مصر الحديد وفيتامين سي بيزود من امتصاص الحديد بالإضافة لدور انه هو مصدر للطاقة عشان كده احنا اتفقنا على قلب المالتيفيد بالنسبة ردين هو مصدر للطاقة صحيح انا عايزة اقول ايه اذا كان الرياضي هياخد قلب المالتيفيد هل الانسان العادي ما ياخدش قلب المالتيفيد اذا كان الرياضي هياخد بيستة صحيح هل الانسان العادي ما ياخدش قلب المالتيفيد حتى لو الحفاظ على وزنه بس مش عشان يخص اه طبعا احنا اتفقنا انا النهاردة هنا انا الناس اللي بتثبت وزن سواء كان رياضي أو غير رياضي اللي ياخد بيستا طيب دكتور يعني إحنا الأطفال كده قلنا من سن ممكن يبدأوا به طب أصحاب الأمراض المزمنة سكر ضغط كوليسترول أمان بيستا قلنا برضو عشان أكيد هيتساءل وممكن يكون حد لسه منضم لنا في الفقر دي بيشوف حادتك جميع الأمراض المزمنة تاخد بيستا معادة هو مش الإنسان اللي هو عنده مشاكل في الكلأ فشل كالول نظام تاني إنما مريض سكر ده هو أصلا بيستا ما تعمله مريض ضغط هو بيستا ما تعمله كوليسترول برضو سواء كان قلبي مالتيفيت أو بيستا نرجع تاني إذا كان رياضي بيأخذ يبقى الأمراض المزمنة ستأخذ أي أن كان نوع المغض المزمن طب قولينا نحصل لو على الكورس زي ما حدتك ما قدم لنا ذاتي القلبي مالتيفيت والبيستا دكتور هو أرقام التلفونات الموجودة على الشاشة برضو كلمة سري تصلي الشيف عظيمة هيجالهم على طول والميزة هنا أن حقيقة هو موجود من أسوان لحد مرس مطروح مغطي جميع المحافظات يدبعك حل من اتنين تتصل بالكورسينتر وبيبعتولك عن طريق شركة الشحن يعني ما بيقول لك أي قارب سيدليات موجود فيها وعلى فكرة أنا حصل حوار بينه من أحد الناس المجامعة اللي فاتت موجود في السيداتور الكوبرى بيستا أنا شوف أنا جبت اللعبوة الثانية جاء خبت واحدة هدية وجبت الثانية من سيدليات أنا ممسوطة أخلي بالك عن حقيقة كمانة أن كل حقيقة بتاكدي بستاوى مهم يا دكتور بجد والله بقى السوشال ستايل مهم أحلى حالة فيه أمان أنا مرتاحة أنا مش قلقانة وده مهم لحالتي النفسية جدا وكل واحد فينا ربنا احنا عندنا أسئلة مشاهدين اسمح لنقولها مع حضرتك عندي دنيا واقل بتقول إزاي أعرف إذا كان حر ضعيف ولا لأ هي يعني هل فيه تحاليل ممكن تبين ده هاي أهم ثلاثة تحليل لازم يتعاملوا أيوه تعمل تحليل غضة درقية تمام ده مهم جدا اللي هو حاجة اسمحها T3 والT4 والTCH أيوه تعمل حاجة اسمحها مقاومة الأنسولين وده بتحليل بيتعامل في المعمل معلش معادلة بتاعت مقاومة الأنسولين بسرعة كده أن هي بتجيب برضو بيئاس وسطها المزورة دي المزورة على الطول بالصمتي لو طلع من نص فيما فوق فهي احتمالية أن يبقى عندها مقاومة الأنسولين بإضافها الأهم عرض هو العرض الخط الداكن اللي هو اللي بيقفل هنا في الخلف يبقى ده لازم تروح تعمل مقاومة الأنسولين الحاجة التالتة بقى المنتشر جدا فيتامين دي آه ناو 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 فيتامين دي خلينا نحن في مرة ممكن نعمل حلقة عن قامة فيتامين دي تمام ودور برضو بيستا والقلب ملتفيد بس هو ماشاء الله يبقى مقدم موظم الفيتامينز معاه ده نحن نحتاج ببرة ممكن ناخد دال أو الأوميجا سرين على فكرة دال يستحسن أخذه من المصادر الطبيعية يعني الشمس بتاع الصوح الشمس بتاع بليل أكل الأسماك تعرض للشمس ده الأسماك نعمل سمك نعمل سمك في الصيف بقى كتير قد ما تقدر تمام فهي التحليل أهم تلات تحليل هتعمل مقاومة الأنسولين والتحليل غد وتحليل غد ومهم جدا كويس جدا وخلا بالك برضو لو أي حصل أي حاجة في التحليل دي مش مزبوطة بنلجأ لحاجتين اللي لاجع عن طريق الطبيب المتخصص والغذاء فهمت حضرتك طيب شاهندة كريم كنت بسمع كتير عن نظام حساب الصعرات الحرائية لإنقاذ الوزن فعاوز أعرف زي أحساب الصعرات الحرائية اللي جسمي محتاجها في اليوم حيل معادلة بسيطة كده أه سريعا حريك الوزن وزنك يبقى الرقم اللي تطلع ده أنت حتاجتك مستوعات حرية عشان تخفز على الوزن لو عايزة تخصي لو عايزة تخصي يبقى لازم مستوعات حرية لدخلة تبقى إيه أقل من الخارج تمام لو تمارس نشاط متوسط اللي 24 في 1.4 من 10 في الوزن لو تمارس نشاط رياضي عنيف اللي 24 في وزنها في 1.5 من 10 صح كده تمام يا دكتور تسلم مرسي طيب أمانة والله عادل أنا بعاني من مقامة الإنسولين أهي فكانت عاوزة أعرف أنسى الضايت إيه علشان أخس بصي أنا أنا السؤال ده لو كنت سؤالت أول مبارح كنت أقول لك النظام إيه ولكن بعد البحث اللي رأيته مبارح أنا هبعمل حلقة إحنا مش قصة ضايت على فكرة العالم دولتي مش رأي على قصة ضايت خالص ضايت خالص ولكن إحنا بنتكلم على ثقافة غزائية ولكني كان الأزواء اللي فقط قلت يا جماعة إحنا بنتكلم على ثقافة غزائية ولكني نظام غزائية هنتكلم لها في حلقة من الحلقات مخصوص عن الثقافة الغزائية في حتة هرد عليك يا منات والله إن شاء الله ودكتور هايقولك بالضبط تعملي إيه من عنينا طبعا طبعا يا دكتور بجد الوقت يعني بينتهي بحاجة بسرعة وبنستفيد جدا من نقطة مهمة جدا بتنور لناس كتير قوي عارف أنا ليه شفتك يعني بالعين دي عشان لما كنت يعني بذاكر وبروح المحاضرات فكنت بقعد أرفع إيدي بحيث أن أنا طفلة بقعد أرفع إيدي علشان أسأل في حاجات فالدكتور اللي بيشرح لو كان حد مش عارفة فهمينه المعلومة بطلع كأني حاسة أني عندي أهم على قلدي لأن أنا هعرفها منين فأنا بشكرك علشان بساطة الإسلوب أو أنا لدي ثقة بساطة بالإسلوب بجد إحنا نخطب جمهور والثقافة الغزائية إحنا نفتقدها صحيح وبشكر كل الدكاترة الصيادلة اللي كانوا معي حقيقة دكتور المعظم أنا الوحيدة اللي كنت يعني فيلد تاني خالص مختلف وهم كلهم دكاترة صيادلة فبرضو ببعتلهم تحية للثقافة اللي هم عايزين يعني ياخدوها من التغزية ناخدها إيه؟ علشان نوصلها لكل نس نوصلها لكل نس وده على الفكرة من ضمن الأدام بتاعتنا بفتنامج مهرة تعظيم بشكر حضراتكم جدا مشاهدينا الكرام سوحولي أشكر بيفي متابعينا الكرام ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان تحية لحضراتكم وأتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا الحلقة الجديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم